على وقع الانهيار المتسارع للريال تصعدت تحذيرات كثيرين أن نار الجوع لن تكتفي بأحراق الجائعين وأن ذلك ما تؤكده سيرة التاريخ على مدار السنين تحذيرات لا يبدو أنها تجد آذانا صغية لدى المسؤولين أو بتعبير البسطاء من المواطنين فإن من يستلمون رواتبهم بغير العملة اليمنية يستحيل أن يدركوا معاناة اليمنيين الغضب الشعبي من الانهيار الأسوأ للريال اليمني على امتداد تاريخه غادر دائرة الانفعالات التي كانت حبيسة صفحات المواقع إلى غضب تداعى أصحابه للخروج في أرض الواقع وما بين مظاهرات الغضب الفئوية والاتساع نحو مظاهرات الغضب الشعبية يبقى السؤال الأهم أين الجهات الرسمية وهل يدرك المسؤولون أن بعض النار حين تتمدد لا يوقفها أحد وفق اقتصاديين فإن المعالجات متداخلة تداخل الوضع القائم حيث تتداخل المعالجات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالقدر الذي تتداخل فيه أسباب الوضع في النواحي ذاتها وهو ما يوجب خطة علاج شاملة تذهب نحو اقتلاء جذر المشكلة المتمثل بالبقاء في وضع لا دولة وتغيان حضور الميليشيا والملشنة مرورا بمواجهة حازمة مع الفساد واستعادة تصدير ثرات ورات البلاد وإلغاء كل بند تذهب فيه أموال المواطن نحو جيوب قلة بالعملة الأجنبية وإذا كان حال الريال وما يعانيه من انهيار يظهر بوضوح في المناطق المحررة التي يغلي فيها الغضب كالبركان فإنما تخفيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا أكبر وأخطر بكثير فتحت الوهم المسمى استقرار صرف العملة حقيقة الكارثة وحريق الأسعار والجوع المنتشر لينهش في الجسد كالسرطان والفساد المتوحش الذي يبتلع كل شيء إلى بطون عملاء إيران حال يتأكد معها أن اليمنيين جميعهم تجمع بينهم كارثة انهيار عملتهم ولن تستقيم الحال إلا بالانتصار ابتداء في معركة الريال